اهلا ومرحبا بكم ربنا يوفقك إن شاء الله وتسمعكنا نوفقك إن شاء الله وتبقى حيات ويسأة وفي الأعلان الله يعيزك ربنا يبرك لك وإن شاء الله تبقى حلقة موفقة وجمهورنا يستمتع بحضرتك يا رب يا رب إن شاء الله طبعا أنا عارف إن الجمهور متابعنا بالوقتي وعايزين تسأله في كل حاجة للكابتن أحمد هنبدأ مع على طول بسؤال بقى شخص شوية لإن عندنا حاجات كتير فهنروح للكابتن أحمد فوزي ونقول له هل يا كابتن أحمد ما خدتش حظوظك أو فرصتك في النادي الأهلي؟ يعني أعتقد إلى حد ما لا ما خدتش فرصتك كاملة أنا لجت 19 ماتش في 6 سنين تمام متفرقين يعني مثلا كل فترة بتلعب ماتش كل 3 شهور 4 شهور بتلعب ماتش وإنت هو رزقك يعني تمام وفي مختلف البطولات بشكاس على دوري على بطولة أفريقيا يعني الوضع ما كانش فيه ثبات يعني فيه ناس خدت بعدها فرص قعدت سنة وممكن 10 شهور 8 شهور بتلعب سواء كويسة أو وحشة مش دي قصتي بس فيه ناس كتير خدت فرصتها وأعتقد أن أنا إلى حد ما ما خدتش فرصتي بتوالي ولكن أنا فرصتي الحقيقية لما مشيت من النادي وأثبت أعتقد أعتقد يعني الحمد لله أن أنا أثبت للناس كلها أن أنا حدث مرمى جايد بس فيه نقطة برضو كابتن أحمد نتجاه لها طبعا اللعيبة النهاردة طبعا في ظل الاحتراف والأرقام العالية اللي إحنا بنسمعها وعدم الولاء بقى معادش انتماء حضرتك يعني برضو من الناس اللي هي ثابت علامة وأثر في جمهور النادي الأهلي يعني جمهور النادي الأهلي النهاردة اللي متابع للكابتن أحمد فوزي عاشق للكابتن أحمد فوزي دي حقيقة بجد الله يكرمك ربنا يا عزك أتمنى أكون كده بس أنا هقولك حاجة صغيرة قوي يعني لحمك تافي ده من خير النادي الأهلي أنا من غير النادي الأهلي مش أنا كل الواحد اللي بس فينات النادي الأهلي من غير النادي الأهلي ما كانش حد هيسمع عنه وما كانش حد هيديه مالديهم تمام أنا حتى لما مشيت من النادي الأهلي رحت للحرص عشان أنا ماشي من النادي الأهلي على لما رحت بترجيت ده كان بيلعب في الأهلي ويلعب ثلاث سنين في الحرص وجاي بترجيت فالناس بتكلمك من هذا المنطلق منطلق النادي الأهلي في الأول وفي الآخر انت ابن مين؟ انت ابن النادي الاهلي انت ربيت على ايه؟ انت ربيت على اخلاق ومبادئ النادي الاهلي ومن غير النادي الاهلي تاني كلمة محدش هيعرف حد من الناس اللي موجودة دي ويا ملعيبة كانت معانا في الناشئين اقسم بالله من احسن ما تكون ولكن ربنا ما رزقهاش ان هي اتكمل باصاباته هي 19 سنة و 18 سنة و 20 سنة وبطلت محدش يعرف عنهم حاجة بوقتي مع انهم لو كملوا كان اعوذ بالله من كلمة لو يعني بس لو كان في نصيبه يكمله كان هو ملعيبة جمدة جدا 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 ولكن في الاول وفي الاخر هي ارزق هي ارزق نصيبة كابتنا اكيد وبرضو ارجع اقولك النادي الاهلي الفاطلة على كل واحد فينا لبس فندلته ودي اشهادة جميلة منك كابتنا احمد ده الحق مش موجودش هي دي الروح النادي الاهلي بجد اللي انت حضرات بتتكلم بيها دي الوقت دي الحقيقة واللي يقول غير كده غافل ومنافق دي حقيقة يا الله لان هو من غير النادي الاهلي ما حدش يعرف حد النادي الاهلي هو ايقونة الكورة في مصر والعالم العربي طالما البست فانيليتو الناس هتعرفك طب هقولك حاجة نادي ام بيطلع لعيبة كتير قد لا لا عيبة كتير جدا ولعيبة كبيرة جدا نادي الجيش طلع لعيبة عب سطار صبري لو عب سطار صبري يلبس من الاهلي سنة كان بقى في حتة تانية دي وقت عب سطار من احرف الناس اللي جات في تاريخ مصر بس لما جي اللعب في الجيش اه لعب في الجيش والناس شافته كل حاجة بس ما خدش السوكسي بتاع النادي الاهلي ايوان ما خدش انه يلعب في النادي الاهلي دي حاجة بالدنيا كلها راجب بكار مسمع في الدنيا كلها وبيلعب في المنتخب تمام لو راح النادي الاهلي هيبقى في حتة تانية خالص اه انت عارف بقى جماهيرة النادي الاهلي وشعبيت النادي الاهلي هي اللي بتنقل اللعب السيد ولا الغناء ده اعتراف من الكابتن احمد حوزي الاهلي غير طبعا طبعا واللي يقول غير كده هم بقولك يبقى كداب ومناطق طيب بمهورك برضه كابتن احمد يحب يعرف كابتن احمد فين دلوقتي من الرياضة المصرية انا مدرب حراس مرمى في نادي الشريعة الدخان في الموسم السابق انا مش عارف الموسم الجاي ظروفه ايه انا ماشي مع كابتن علاء ابراهيم المدير فني بتاعي انا مش عارف دلوقتي فين بس ان شاء الله مكملين في الشريعة الدخان ومش عارفين بقى احنا ظروفنا ايه في الدولة يأمل وعيش ايه في المال خاصة احفظ لنا المفترض 3 مباريات لو كسبناهم ان شاء الله لو خدنا 7 مط بس من 9 نقاط نصعد تانية على طول فاعتقد ان احنا مش عارفين الدنيا هتمش ازاي وفي ناس كتير هتتظلم وربنا اسطح ان شاء الله كل الثوفيقة يا رب يا رب الله اعزك ربنا اكريبك اصن التدريب يختلف عن اللاعب كتير يعني تجربة هنا مختلفة عن هنا كتير كتير المدرب بيشيل هم الحراس بتاعته تمام التلاتة او الاربعة اللعب بيشيل هم نفسه مالوش دعب احد تمام المدرب انا كمدرب حراس مرمى انا مسؤول هنالبع حراس الاربعة لازم يبقوا كويسين ومستوهم كويس ولازم يبقوا نفسيا مرتاحين ولازم تكون مجهزهم كلهم في جميع الاوقات ان اي واحد فيهم يكون متواجد في الملعب فمشكلة المدرب بتبقى اصعب شقا مشكلة المدرب ان انت بتفكر له قدام بمعنى الحارس بتاعي ينقصوا حاجات معينة فانا عايزة هنم في الحتة دي وهنم كده في الاربعة انما الحارس لما تبقى انت لوحدك تشتغل على نفسك انت بس فتفرق كتير طبعا تدريب اصعب كتير من الممارسة طبعا كابتن احمد نقدر برضو عشان جمهور النادي الاهل اللي متابعة لحضرتك سبب اعتذارك عن الاستمرار في قطاع الناشئين في النادي الاهل اكيد قطاع الناشئين في النادي الاهل شرف لاي حد انه يكون متواجد فيه ولكن انا ليه الفكر تاني يعني كل واحد بيفكر بطريقته انه يحاول يجدد من نفسه ويوجد له مكان في خريطة التدريب في مصر انا زي ما بيقوله كده خدت ختم التدريب في قطاع الناشئين في النادي مشكلة النادي عندها ان انت بتمرر براعم وبتمرر الناشئين وبتختلف كتير تدريب البراعم والناشئين عن تدريب الدرجة الاولى او الفريل الاول فانا اقول تاخد الفرصة بقى وابتدي اشتغل برا على الفرق الكبيرة وعلى الفريل الاول عشان على اقل ااخد خبرات يعني كل امل ان ربنا سبحانه وتعالى اناسك دوري ممتاز وريب وبعدها بقى مدرب حراس مرمى النادي الاهل احمد وتقدر بقى تطلع لنا حراس مرمى اقول يا رب زي الكابتن احمد فوزي كده ان شاء الله لا يا رب يبقى احسن من عصام الحضري ذات نفسه حبيبك الكابتن الصنطور طبعا حبيبي يا حبيبي وخوي طالما قولنا بقى الكابتن عصام الحضري انت تعرف ان من احدى مهارات حارس المرمى اللي هي التصدي لرقلات الترجيح تمام مع انها ضربات معاناة وضربات حظ ولكن هي برضو بيقى فيها توقع اكتر فيها مثلا توفيق اكتر شايف من وجهة نظرك نين حارس مرمى النهاردة في مصر اللي بتبقى فرصه اكتر في التصدي لرقلات الترجيح سواء ما اهلي او زمالك دلوقتي جنش علي فرج محمد عبد المنصف دول احسن ثلاثة بيصدوا ضربات جزاء موجودين في الدور المصري في الدور دلوقتي طب والشناوي ومش منهم الشناوي محمد ولا احمد لا محمد محمد الشناوي يعني درجة ايجادته مش زي التلاتة دول مش زي التلاتة بس بيعرف صد بنات بتغير انه في مواتش مواتش كنا ملعب في مواتش اهلي وزمالك اول مواتش دي اهلي وزمالك صد ضرب الجزاء وكسبنا مواتش الثلاثة سير طب انت شايفة كابتن ان المهارة دي هي بتبقى توقع ام فيها مثلا فيها حاجات كتير جدا بجد فيها حاجات كتير جدا والله اولا فيه توفيق بتعرض بنا ده 50% 50% التانيين بتوعي حارس المرمى بتعتمد على حاجات كتير اولا الكرة موقعها فين الحادس هو قيب برجله اليمين برجله او برجله الشمال درجة ميله على الكرة قد ايه ايوا اتجاه نظره فين اه حركة رجله هو داخل اللعب الكرة فين وبعدين مراقبة اللاعب قبل كده في مباريات سابقة متابعته متابعته اكتر حتة بيشوت فيها فيه بس لو ممكن يغير يبقى طريقة وقفته على الكرة هي اللي هتقولك اذا كان هيبقى موجود هيشوت في الزاوة دي او في الزاوة دي طيب فيه برضو حارس مرمى يعني مثلا ركلة يعني ضربة الجزائق متوقف اثناء المباراة غير اما تبقى مثلا المباراة راحت لضربات ترجيح تمام ضربات ترجيح بيبقى عندك مثلا يتلعب عليك خمس ضربات فيه مدرسة تقولك انا بروح في زاوية واحدة تمام على اساس مثلا ان في الخمسة ممكن يجيلي واحدة هيجيلي اثنين انت مع المدرسة دي لا خالص خالص ممو على فكرة فيه ناس بتلعب خمسة صفر يعني خمسة في زاوية واحدة خمسة في زاوية واحدة فيه ناس بتلعب اربعة واحد اربعة في زاوية واحدة في زاوية ايوه وفيه ناس بتلعب تلاتة واحد واحد يعني بص هي لها مساميات كتير لها مساميات كتير يعني اترمي تلاتة يمين وبعدين واحدة شمال وارجع يمين تاني تمام وفي واحد يقولك تريمي اتنين الاول واتنين الاول واتنين شبال وارجع واحد في الاخر طبعا ده كلها كلام مش صح مش صح وخطأ كبير جدا وليعلم الحارس بتاعه حاجة زي كده يبقى غلطاء هو لازم يعلم الحارس بتاعه اتجاه الكرة والوقفة التشريحية لللاعب اللي داخل يسدد واللاعب ده بيشوت في الهزاوية فده اللي يحفظه للحارس بتاعه قبل ما ينزل الملعب تمام يعني انت حضاك مع مدرسة ان انت بتتابع المهاجم اللي داخل بيصوب ضربة الجزائر بالضبط في حاجة كده في الحكام بيقولك ويتن سي يعني استنى وشوف الهاجمة دي هتكمل ولا لا بالنسبة لنا احنا في حراس المرمى ويتن سي لحد من الراجل يحط رجليه في الكرة استنى ووقف لان طول ما انت سابت معاه طول ما هو خايف تمام مش عارف انت راح فيه انما لو نزلتله بقدر يحطها في الزواج تاني طيب ظهر لنا برضو في الاولى الاخيرة كده كابتل احمد واللي هما بقى اللعبة الحريفة او الكبار يعني غالبا يقولك اوى كده كده الحارس هيروح يمين او شمال فبيبدأ يلعب كرة في المنتصب تمام على اساس ان هو اول ما بيبدأ يحط رجله هو الحارس ضايركت بيروح يمين او شمال فخلاص المرمى فضى على فكرة دي اسهل حتة تحط فيها ضرب الجزاء بالنسبة لللاعد بالنسبة للحارس انت مجبر انا بقولك هو استنى اتقل شوية اهيو لو تقلت شوية استحال يلعبه في النص استحاله بل ممكن تلقبطه ممكن تلقبطه وحطه بره صح لانه هيخاف لو انت وقفت معه لحد ما هو بيحط رجله في الكرة هيخاف هيخاف فيضطر يلعب في زاوية جندا ساعتها ممكن انت كده تركيزه راح منه خالص خالص انما انت لو قبل ما هو يحط رجله في الكرة وانت تراميت لا انت وسعت له الجن كله وحطها في النص وحطها في الزاوية وحطها في اي حيطة هدخل تمام يا كابتن احمد نروح برضو ليعني المصار حاليا في الوسط الرياضي ان الكابتن فيلر مسافر لا قاعد لا هيجدد لا المدام ايه رأيك في الموضوع ده يا كابتن احمد بص يعني كل واحد اضرب نفسه وانه اهل مكة اضرب شعبها احنا ماناش دعوة انا اسمعت ان فيه ناس النهاردة بتقولك كارتيرون جدد من غير ما يرجع لمراته يعني كارتيرون مش عارف ايه الكلام طبعا مروش اي يعني ايه انت بتقوله ده يا عمل حاج ايه ده كل واحد مسؤوله يعني زوج زوجته زوجه بيستشير لمراته في الحياة يعني حياته حياته عايش ميها عايش معاها وخصوصا انه في دولة غير الدولة ولا عجبها الاعداء في مصر لما جات هي وعيالها ولا ما جاتش ولا ما عجبهاش ولا ظروفها ايه ومهما كان الاستشارة لا تمثل 30% من الرأي انما الراجل طلع مستأذن ايوا واخد اجازة رسمية من هنا بلو 6 شهور ما نزلش بينهم 4 شهور كورونا مفيش ولا حركة ولا شغل ولا اي حاجة وقبلها كانت شهرين شغل متتالي فلما ياخد اجازة 10 ايام ولسه الكرة ترجع 1-7 اول يوم تدريب الناس تطلع ما جددش ومش ايه اللي حصل ايه المشكلة ايه اللي حصل ايه اللي حصل يعني ايه اللي ما يمشي هيجي مكانه حسن منه على فكرة فايلر ده اللي انتو اللي انتو لانديها المنافسة ايه قلتو عليه انه ما عندوش فكرة واتعرض علينا واشنة رفضناه ايه فيعني انتو دلوقتي جاي تقول ده ايه ده فايلر هرب انا اللي زعاني بقى كابتن التصرحات اللي على المواقع دلوقتي انه يقولك ان فايلر مستني كلمة من المدام هو نادي الاهل بيضرب الطرقة دي دي حياته الشخصية ماناش فيها استاذ خالد مرتاجي مباشر مانس خالد مرتاجي طبعا ليه كل التحية والاحترام وكل مجلس الادارة تمام طنيا قال الراجل اتفع معايا بكلمة وهو شخصيته على فكرة شخصية فايلر هي مناسبة للنادي الاهل يعني هو بيتناسب مع النادي الاهل جدا جدا اه والله العظيم هو حازم حازم وصارم وواضح فعلا في نفس الوقت هادي ما بينفعلش كتير ومش بتاع شوه ومش بتاع شوه وهو شغال في الملعب كويس قوي ودي حاجات بيحبها وهو عارف كويس ان هو اللي خلى اسمه يلمع كده النادي الاهل النادي الاهل صح فلو مش دلوقتي هيخصر هيخصر كتير وهيروح يعمل تجربة تانية الناس بتقول لك ده جايله حاجات في الدولة الاسباني درجة تانية واللي جايله الجزيرة الاماراتي والعين الاماراتي ولا اي حاجة من الكلام ده ولو جاله حقه حقه عدم التجديد محدش يقدر يتدخل في الرأيه غيره هو احنا نتمنى انه يكمل ماكملش بتاعته اهلا وسهلا بتاعته صح على فكرة الكارتيرون اللي انتو فرحانين بيه ده احنا ماشينافش على رحضاش مصبوط صح 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 ده ده كل واحد ما حصلش توفيق بالكارتيرون معنا في النادي الاهل وصل للنهاية وما خدش البطورة وماشيناه ايه المشكلة لا الاهل ما بيقفش على حد كتير وحس خلاص الدنيا سهلة جدا فعلا سهلة وانا شايفها سهلة مع الجمهور يعني الجمهور متقبل الراجل هيسافر اجازة ويرجع يكمل مع النادي الاهلي طب لو ما حصلش ايه المشكلة طيب هقول لك حاجة فضل مستر جوزيف بعد المسبحة سافر وكابتن حسام البدري مسك تمام عمل نتيجة كويسة خد بطولة خد بطولة افريقيا فعلا السنة اللي بعدها مستر كابتن حسام راح لبيا كابتن محمد يوسف ده كان المساعد التالي كمل وخدنا بطولة وخدنا بطولة افريقيا تمام لا مش كونفدرالية بطولة افريقيا 2013 الاهلي خد الاهلي خدها وكابتن محمد يوسف وفاز على الزمالك في مرات العودة انا فاكر في ضرق للنهاية اربعة واحد في الجونة اربعة واحد اربعة مين اه في الجونة يعني التلات التلات مدربين واربعة خدوا البطولة عادي جدا يفريقش من الاهلي يفريق في حاجة واحدة بس طول ما هو ماشي بسيستم واحد عنده لعيبة كويسة عنده روح في الملعب اعتقد ما فيش حد ده قدام الاهلي تمام يا كابتن احمد طبعا انا بعتذر للجمهور لان كان معنا صور بس احنا طبعا العطل فني بنعتذر عن عرض الصور والفيديوهات المعرضة ده عزر فني يعني انا بعتذر لجمهورنا نروح بقى لضيفنا الجميل للكلام معه ممتع وجميل الكابتن احمد فوزي وصراحته المعهودة الكابتن احمد فاتحي بعد مشوار طويل وحافل مع النادي الاهلي ايه رأيك في طريقة انتقاله لنادي برامدس طيب زي ما تكلمنا على بيلر نتكلم على احمد فاتحي تمام كل واحد في الدنيا من حق ويحدد مصيره محدش هيجبره على حاجة هو مسؤول عنها يعني الاهلي ما بعحش احمد فاتحي لا لا يبعو فينا الاهلي ده الاهلي استنى عليه لحد الاخر الاهلي قد ده له مهلة 48 ساعة واحمد فاتحي هو اللي قرر انه يروح برامدس تمام ده حاجة يعني الاهلي يشكر عليها تماما احمد فاتحي من حقه يختار طريقه هو شئت ام ابيت احمد فاتحي ديه تاريخ في النادي الاهلي لا يمكن ان يمحى لا يمكن ان يمحى محدش هيقدر يمحي تاريخ احمد فاتحي في النادي الاهلي وكان راجلو بيقد برجولة الاخر ديه تاريخ احمد فاتحي لا يمحى هو بقى من حقه يختار الحتة اللي هتنفعه والحتة اللي هو شايف ان مستقبله فيها اهلا مسار بس هو ممكن يكون فكر في المادة شوية كابتان احمد لان بخصوص خلاص هو فاضل له سنة وبعدين عنده نجم صاعد الكابتان محمد هاني اساسي ممكن دي تبقى حسابات مثلاً كل واحد في الدنيا ديه حسابات في ناس بتفضل قاعدة النادي الاهلي ان انا عود على الخط احساب ملعب اي نادي تاني وفي ناس تقولك انا عايز العب وخلاص وفي ناس بتدور على الفلوس وفي كل واحد في الدنيا ديه حسابات انا ما عرفش ايه الدواخل اللي في بيت احمد فاتحي مش عايزين نتكلم بلسان حد هو يتكلم على اللسان كل جمهور المفترض بياخد حسن النية في الموضوع اللي عاجبه الكلام اهلا وسائل مش عاجبه الكلام دي علاقتك به انت هتشجعه بعد كده مش هتشجعه دي بتاعتك انما تاريخه مش هيتمحه مننا السلام عليكم السلام عليكم مسادي الخير يا فندم مسادي الخير يا فندم انا معاك والله ايوه مين معانا؟ عمادة ابو الحج اهلا 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 ازاك يا حج عماد؟ مسير بقى ورجالة مسير في كفر الشيخ ازاك يا حضرتك؟ ازاك يا عمدة؟ وحشني والله العظيم ازاك يا عمدة اخبارك ايه؟ يا كابتن انت تن عمد خضوة وانت عارب احنا من حجبك ايه؟ ربنا يخليك يا كابتن يا حج عماد انا معايا الكابتن احمد فوزي نجمي النادي الاهلي طبعا الكابتن احمد فوزي غاني عن التعريف طبعا انت اهلاوي او لازم الكاوي يا عمدة؟ اهلاوي طبعا اهلاوي مسير بقى ورجالة مسير في محافظة كفر الشيخ طبعا الله يحفظك انت بنورنا يا عمدة تحب تقول ايه لك كابتن احمد فوزي؟ مهندس السيد الوالد عالي الصوت شوية يا حج عماد احب اقول لكابتن احمد فوزي ان النادي الاهلي ده نادي عريف جدا بجماهيره ببطلاته بقيمه هو يعني مش نادي القرن كده بسهولة او نادي كده مجرد يعني بيلعب فورة لا ده مدرس التأديم داخلية شكرا يا عمدة توعدنا بقى ان شاء الله ما الاهلي كده يحصل على بطولة دور الابطال نحتفل بهنا في الستوديو بالنادي الاهلي ايه رأيك عمدة؟ احتفل بهنا انا اشرفني والله العظيم يا كابتن احمد ويمكن قلت لحضراتك قبل السابق يعني ان انا اتمنى ان انا اقدم اي حاجة كده يعني في سبيل تسهد الجميل وتسهد الدنيا كلها شرفنا ان شاء الله يا عمدة بامر الله شكرا على الاتصال ده برضو حد من كفر الشيخ برضو من متابعين النادي الاهلي بيموت يعني حد من محبين النادي الاهلي احسن الناس يا عم الله الكفر الشيخ معظم اهلوي يعني ليه اصحاب كتير اهلويه هناك النجوم النادي الاهلي كلهم كفر الشيخ كابتن محمد عامر وكابتن ميمي الشربيني كابتن قسم غالي كابتن محمد الشناوي كتير كتير النجوم كتير يعني كابتن إسلام محارب برضو كافر الشيخ في ناس كتير أقول لك ما هو كابتن عامر هو كابتن ميمي شربين ربنا يديه الساحة أه طبعا والله كان في حدي تاني مش فكر من جيل القديم كان في في كابتن مش عارف إيه الخطيب كان من كافر الشيخ برضو كان فرود رضا الخطيب رضا الخطيب بس ملعبش الأهلي ملعبش خطيب جمعة ملعبش الأهلي بس الخطيب منصورة مش والرضا الخطيب ملعبش أهلي ملعبش رضا أعتقد لعب بلدية ولعب كافر الشيخ شوية كان نجم كافر الشيخ ولعب في الأولومبي ولعب في المحلة لعب محلة دوري ممتاز بس ما كان إحنا كان معنا فيديو للكابتن حسام عشور كابتن أحمد ودام زعى الجمهور نادي بس طبعا للعطل الفني مش هنقدر نحن نزيعه كابتن حسام عشور زل صامتا مدى الحياة واول ما دخل على مواقع السوشيال ميديا لمدة ديئتين بوز الدنيا بالبلدي يعني ده لسان حال جمهور النادي الأهل ليه عمل كده كابتن حسام عشور خصوصا اكيد ان انت قريب منه لا ليه انا مش قريب منه حقيقة التقال انا مش قريب منه انما ليه يسأل عليها هو وبرضه احقا قال للحق الراجل عمل فيديو طويل عريب تمام اقططع منه الديئتين اللي نظر اقططع اللاجل كان عامل فيديو بيشكر فيه مجلس النادي الأهل بس ده ما ظهرش النادي الأهل انا بقولك الفيديو كله كان بيشكر مجلس الإدارة كابتن محمود اللعبة اللي لعبت معها جهاز الفني والجهاز الإداري والجمهور كل ده كان بيشكره اقططع الحتة الديئتين اللي كان بيتكلم فيها عن تركي قال الشيخ وانتقالوا مثلا همش هيعتزل وهيروح وبعد كده لا الفيديو الثاني ده حاجة والأولاني حاجة وكام على الأولان الأولاني اقططع منه ونزل منه اللي هو المقطع اللي هم محتاجينه ده بس اللي هم نزلوه فدي اتظلم فيها إنما بقى الفيديو التاني هو ده اللي كان فيه المفروض إنه ما يبقاش متصرع نيتكلمش باللهجة اللي فيها الحدة دي لأن في الأول وفي الأخر كان النادي الأهلي تمام وانت كابتن النادي الأهلي وكان لازم وانت بتشكر أي حد بتشكر معاه جمهور النادي الأهلي اللي عملك كابتن أحمد انت عصرت ولكن اسمعني بس مش عايزين برضو نغفل حاجة يعني هو حس إنه هو اتظلم أو اتدحك عليه بمعنى أنه انت قلتولي اعتزل واعتزلت قلتولي بطل في النادي وبطل وقلتولي هعمل لكم ماتش وافئ وفي الأخر ما فيش حاجة حصلت هو اتكلم من هذا المنطلق إنما طريقة الكلام هي اللي كانت فيها ده اللي زعل جمهور النادي الأهلي طريقة وحق وحقهم يزعل وانا مش يعني انت عارف جمهور النادي الأهلي محب يعني بيحب كيان النادي الأهلي ما كانش منتظر من كابتن النادي الأهلي يطلع بالفيديو ده وانا معاك تماما وارجع وقول جمهور الحاجة الوحيدة اللي في النادي بتدفع من غير ما تاخد أي حاجة دي حقيقة فعلا يا كابتن يعني الناس بتدفع رواحها الله ربنا يرحم الشهر 72 يعني وبتدفع وفي ناس بتتحبس وفي ناس بت مش لاقي هتاكلوا بتدور على بس تذكارة قطرة عشان ولا عربية وبيخرج قبل المباراة بس 7-8 ساعات وبيروح يقعد في المت يعني بص جمهور النادي الحاجة الوحيدة اللي بتدفع ومبتاخدش حاجة فعلا دي حقيقة فكلمة الرضا عند جمهور النادي أبرك بكتير من أي حاجة وحشة دي حقيقة يا كابتن أحمد وإحنا بنشكرك على صراحتك يا كابتن أحمد ربنا يبرك لك طيب نروح برضو النقطة ثانية يا كابتن أحمد طب معا أم ضد إلغاء الدوري؟ طبعا ضد 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 لأسباب كتير أصلا أي حد عاقل في الدنيا الكرة لها مقاومات الكرة لها مقاومات بمعنى مش الناس اللي بتلعب في الملعب بس فيه ناس اللي بتلعب في الملعب فيه عمال فيه أجهزة إدارية وفنية أدي جزء فيه رعاية فيه إعلانات فيه سبونسرز فيه حقوق مدفوعة من أمدية لشركات ومن شركات للأنديا وأكل عيش ناسي كل ده ما أنا بقول لك ما إحنا بننصف بقول لك الجزء الأولاني ده الكرة ما تخلل أكل عيشه الرئيسي ما تخلل عيشه هو وعيلته وخلي بالك ما تحسبش اللعيبة بس ما تحسبش اللعيب العالي والزمالك بس كل لعب عي خمسة ستة في رقابته خمسة ستة في رقابته وأنا هقول لك لا العامل العامل اللي بياخد ستمائة سبعمائة جنيه في الشهر ومستني مكسب موتش مستني مكسب موتش عشان يزود له ثلاثمائة ربعمائة جنيه في الشهر زيادة تمام العمال عمال أوراضي اللبس المدلكين الدكاترة كل الناس دي متعلقة في الملعب وروحها في الملعب خلاص قدي نمرة واحد نمرة اتنين الفلوس الكتير هل تتفع في الاعلانات دي يا عيون الكرة صناعة صناعة وصناعة فيها فلوس كتير جدا تمام انت دلوقتي الدورة ده هتلغي هتيجي تلعب واحد في نص تماني اللي هو الدورة الجديدة الدورة الجديدة بقى انت مش هتقعد لطول الحياة تتمرها والناس اللي تعبت طول النص ان ده اسمعني بس اسمعني انا هقولك بس منطق منطق سهل جدا تمام ولازم الناس تفكر فيه تمام ده تلغى ونص الفلوس راحت على العيبة وراحت على الانداء اكيد تمام طيب هتلعب الدورة الجديدة في نص تمانية او تسعة تمام مين المعلن اللي هيجي لك ابو جنيه هيجي بنص جنيه مزبوط وباربعين قرش ده ممكن ما يجيش اصلا لأ انا بصة هقولك انه هيجي تمام هتيجي بقى تلعب في نص تمانية هب يجي لك ساكن سترايك يجي لك ضربة تانية من الكورونا لقدر الله على حاجة وتوقف الدورة التانية وتبقى لغتل اتنية ممكن وارد تلعب السنة اللي بعدها مثلا دخلت تلات سنين طيب دخلت تلات سنين ما بتلعبش كورة والدور اللي بقولك كم بجنيه وبقى باربعين قرش ولا بغنص جنيه مش هيبقى من غير هيبقى من غير ولا مليم ومش هتلاقى حد يتفعلوا حاجة تمام فيا جماعة ياللي انتو بتفكروا لكورة هيب الصح ان انا نلعب الدور ده وكمله لو هيخلص في شهر واحد السنة ما يخلص انا مش مستعجل لسبب واحد عشان اضمن الاول الدور ده هيكمل ولا افرد الجعت في شهر نص تمانية تسعة والاصابات زادت في اللعيبة فهضطر هلغي هتلغي صح ولا لا انا لغيت الدوري بتاع السنة اللي فاتت وخلاص وهخش على الدوري الجديد نظيف طب عارب برضو اللي يحيارك ايه كابتن احمد والمسير للجدل يقول لك الصنة هلعب قاس مصر وأجل الدوري طب ما هو القورونا مش في الكاس وهتبقى في الدوري لا ما هونا مش فاهم يعني الكورونا في موتشات الكاس بتتحط جهو الكاس وبيتقفل عليك جميل يا كابتن احمد الدوري مفتوح لا طبعا كلام غير واقعي لا مش منطقي كلام غير واقعي يقول لك لا اصل موتشات الكاس تسع موتشات ولا عشر موتشات عشر زي عشرين اه انما موتشات الدوري مية حاجة وعشرين موتشات طب يا ما هو برضو يا استاذي الفاضي لو واحد يتصاب ايش انت هتوي الفرق كاملة وهتأجل لها موتشات نبود مدخلة الاول يا كابتن خالو خالو مسير خير خالو مسير خير يا فندم مسير خير هتعرف بحضرتك محمود منين يا استاذ محمود محمود منين يا استاذ محمود من البحيرة اهلا بحضرتك من البحيرة اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اه كان عندي سؤال بس لكابتن احمد طب اتفضل بعد ذلك حضرتك ليه ما نرجعش الدوري يعني بالشروطات بس انا فيه نقطة بس مهمة عايزة اتكلم حضرتك فيها طب المفروض اتحاد الكورة هو اللي يقدم رؤية عشان الحكومة هي اللي تنفت انما اتحاد الكورة مش مقدم اي حاجة خالص علشان يعني يكون فيه تصور زي المانيا كده ما تدور الراجعة واكيد الناس جا عند اي صباح كورونا دا مش في مصر بس في العالم كله وبايتعايش معاه طب ليه احنا كاتحاد كورة ليه ما يقدمش رؤية للحكومة عشان الحكومة تساعد تمام مش كل حاجة اقولك الحكومة 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 لسه ما تتنشي القرار الحكومة لسه ما تتنشي القرار الحكومة هتعمل له ايه اشكرك اشكرك يا اوز محمود الرسالة وصلت ويا ريت بقى تسمع الاجابة من الكابتن احمد في جد انت حد جميل يا اوز محمود اتفضل يا كابتن احمد طيب عشان ابقى منصف الناس دي قدمت للحكومة تصور تصورهم لثلاث اوضاع تمام تكملة الدوري او الغاءه او تأجيله تمام عشان بس ابقى ده اتحاد الكورة ابقى صريح هو بيتكلم على اللجنة المؤقتة اللي بتدير للاتحاد بصراحة عملوا التصور بتاعهم وقدموه وقدموه بالمواعيد المباريات وكل حاجة يعني جاهز جاهز وقدموه كمان بالاحتياطات الواجب اتخاذها اثناء لعب المباراة او في اليوم السابق للمباراة من ناحية المعسكرة دي حاجة كويسة جديد عشان بس الواحد يكون منصف انما بقى اللي ماقدموهوش المفترض انه دول يقولوا هلعب هلعب مش هلعب مش هلعب بمعنى اللي هو اتخاذ القرارك بس انا ساب الموضوع عايم ومرجعه للدولة طب يا دولة لأ انا قادر ان انا امن الناس اللي عندي والعب الدوري او يا دولة انا مش قادر امن وطلع الغي دلوقتي يبقى الامر في الموضوع رجعلك انت انت مش تابع ايوه كدولة انت في الاول وفي الاخر ما تبقاش تابع ايوه يعني انت حضرتك دلوقتي احنا سمعنا ان هم هيعملوا اجتماعات على ثلاث ايام مش موارف طبعا بي طبعا تغلط لا اصلا انت هقول لك تنتبه رأيي الانديها في ايه الانديها اصلا ما اسهر مع عليها تقول لك تقول لك يلغي ليه بقى في ناس هتنزل ايه يا خدت فلوس يا خدت فلوس ودت اللعيب اجزاء من فلوسها وش هتديهم حاجة تاني فديهم تخلصوا من ايه وفي نادي بيبصوا الحتة تانية كت بيبقى عليك سمعنا طب اتفضل انا بقول لك انا بقى في المطبخ وبقول لك اوه تفضل في لعيبة مش هتاكم بقية فلوسها واتمشيها جميل يبقى خدت فلوسها ايه من الاتحادات او خدت فلوسها من النادي من النادي او خدت فلوسها من الرعاة ومن التلفزيون ومن 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 الاتحاد والاتحاد بيدفع طبعا لبعض الانديها اه فايه فايه كده ايه خلصت من لعيبة كويس تمام اه تمام هدي نمرة اتنين نمرة تلاتة اه انا كنت مهدد بالهبوط فانا اقعد ورايح دماغي ولعب السنة الجاية فالدوري ممتاز او ولعب مسلا خايف من هبوط في الدرجة التانية فالعب دوري ممتاز تمام ممتاز به في الدرجة التانية ورايح دماغي مش مهم بقى مين يطلع مين ينزل انا مال اهلي المهم ان انا نلعب وخلاص وكون موجود في الحتة بتاعتي انا بدور على مصلحة الشخصية انما اتحاد الكورة مفروض انه يدور على مصلحة الكورة المصرية تاني تاني انا ببص لكاميرا عشان موجه الرسالة ايوة كابت نحن اي رئيس نادي فيك يا مصر نقول ان دهك كبير اه بيدور على مصلحته الشخصية فقط تمام يبقى ما ينزلش ولا يدفع فلوس بنجابه ويكتفي بالله حصل السنة دي ويبقى اسمه موجود في الحتة اللي هو فيها ادي نمرة واحد نمرة اتنين انا كالتحاج كورة اهم حاجة عندي مصلحة الكورة المصرية لان انتو كمان لجنة مؤقتة ومعينة عشان تدير الكورة المصرية سنة مؤقتة او سنتين مؤقتين حسب دورة الاولمبيا اللي اتأجلت ولكن القرار لازم يكون نبع من عندكم انتو حتى لو التوصيات عكس الطبيعي المفترض انتو لو تاخدوا القرار خلصت كل الكلام يا كابتن احمد بالله في المقصة دي اكيد الاسم محمود كده مبسوط يعني ردي شافي وكافي من الكابتن احمد الله يعزي مصلحة الرياضة المصرية اهم من المصالح الشخصية وده اللي احنا بنقامله في الاجتماع التاني غدا والتالت بعد غد ان اتحاد الكورة ينظر للصالح العامل ان شاء الله اروح برضو كابتن احمد المسير للجدل ايضا في وانت اكيد طبعا قدر حد بسياسات ومبادئ النادي الاهلي المستشار محمد عثمان عندما تصدى لاتهامات السيد المستشار مرتضى منصور والكابتن فاروق جعفر على قناة نادي الزمالك ان يعني مش عارف بقى هي الاستقالة مسببة او اجبر على الاستقالة حتى يرد كيفه ما شاء وتم استقالة المستشار محمد عثمان من النادي الاهلي رأيك ايه في الوضع ده يعني عشان مبقاش ظالم يعني الحق بيرجع يعني بحب بقول الحق على طول تمام طبعا كون ان هو استقال من النادي او اقيل او اجبر على الاستقالة وانا معرفش الحقيقة فيه ولكن اللي اتقال ان هو استقال عشان يعرف يرد براحته ودي حاجة يحيى عليها ويحيى النادي الاهلي لانه لم يتكلم بلسان النادي الاهلي حتى الاهل نادي الاهلي ما بيغلطش نادي الاهلي ما بيغلطش نادي الاهلي ما بيغلطش انما انا كاحمد كنت اتمنى ان طريقة الرد ما تبقاش زي طريقة الكلاب بتاع صاحب المشكلة كنت اتمنى انا عرف ان الكلام ده هيزعى الجمهور الاهلي وهزعى الناس كتير مني اهلوية ولكن انا بقول الحق ما ينفعش احنا النجر للمستنقع اللي احنا بنعيب عليه فكان من الاولى ان الطريقة اه انت عملت اللي عليك وانسحبت وعايزت تقدم بلاغات لصالحك وا 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 أكثر انتقاءا إنما توضيح للعامة ده طبعا يشكر عليه لأنه تصدل واحد مش أي حد يتصدله فالكلام ده يشكر عليه ولكن انتقاء الألفاز كان لازم يكون أحسن خصوصا إن هي بتوسف قناة زي قناة النادي أكيد وأنا معاك تماما وما كانش ينفع إنها تطلع من هناك بس برضو أنا هرجع أقول لك حاجة أنا قلتها مبارح عشان برضو أبقى محق ما ينفعش أنا الأبوة متسابة من غير منظم ومفتوح على الآخر وبتطلع الغاز بتاعها وأنا عشان بس ولعت تعود كابريد كده إنت تيجي تقولي إنت ولعت في الدنيا ليه؟ لا طبعا أنت اللي سايب الغاز عمال يمتاشر ما هو قضر الكبير كده كابتنا ما هو برضو أسمعني بس أنا المفوضة الرد ولكن الرد بتاعي يكون من غير أي حاجة موسيقى بس عشان أبقى صريح العملته قناة الأهل خلال أربع تيام وردت على كل الأكاذيب بالصوت والصورة والكلام ده يحترم جدا 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 لبرة القناة أنا بصراحة مش عاكمة محدش يزعل مني الرد هايل وعشرة على عشرة بس كنت أتمنى من غير أي ألفاز تاني طيب حضراتك برضو نروح لسؤال تاني إنت شايف أن المنبر الإعلامي الزملكاوي والمنبر الإعلامي الأهلاوي في الأحداث الأخيرة فيه تراشق وساب وقصف يعني ده يليج بالنادي الأهل وليج بالنادي الزملك برضو أرجع أقول لك أنا قلت لك أوه أنا ولعت عود كابريد واحد أيوة أنت الأنبوبة مفتوحة بقالها أربع سنين يعني حضرتك شايف أن الصمت لغة العزماء ده النادي الآلي أيوة الصمت لغة العزماء بس أنا مش لما أجأ رد على حاجة بتحصل فيها من أربع سنين تيجي تقول لي أنت بتتراشق تراشق إيه ده أنا خدت أربجيه في دماغي ولسه برمي أول طوبة وتقول لي تراشق وخصوصا أن أنت ما ردت ردت برضو يعني بأدب واحترام أنا مغلطش أنا مغلطش أنا أوريت لكم الصور بتاعتكم اللي أنتو بتقولوها على نفسكم من أيام قديمة تمام بس إنما أنت ما تجيش تقول لي برضو إيه ما ترد ما ينفعش ترد لا ينفع رد بأدب زي ما قلت لحديتك بأدب واحترام ده النادي الأهلي بس ومش معقولة أن أنا هعود أتشتم ويتخطف أعراض واسكت وما أقولش أي حاجة تمام ما ينفعش بس الرد يكون مهزب مهزب كأهلي يعني كنتو فين أنتو اللي بتقولو تراشق أيوة كنتو فين لا أنت لازم تكون منصف أيوة لما تيجي تحكم بين الناس لازم تكون منصف حكمه بالعدل آه إذا حكمتوا بداينا الناس فحكمه بالعدل يعني ما ينفعش ولا يجي منكم شنقان وقومي على ألا تعديله عديله هو أقرب للتقو مش أي كلام يتقال آه عايز تقول عايز تعدل قول بس تقول في الأول البادي أظلم أيوة قول في الأول البادي أظلم تمام إنه ما ينفعش تساول اتنين ببعض أكيد يا كابتن أحمد وهي دي مبادئ وخيام النادي الأهلي اللي احنا تعودنا عليه أكيد وأنا معاك نروح برضو للاعب مسير للجدل آخر يا دي الإسارة انت جاهبني انت جاهبني الإسارة النهاردة كابتن أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي شايف إنه هو فرص يعني رحيله عن النادي الأهلي في الموسم القادم يا كابتن أحمد خصوصا إنه ملوش مكان في الحداشر بس للأمانة مستر فايلر مقتنع بيه جدا نجول عليه العيو عالمي نحبه صراحة ولكن إن كان أحمد ما استغلش الفرصة مستر فايلر الأول ما جيه كان بيلاعب أحمد الشيخ على طور خد ما تشاط كتير أول جدا هو ما استغلش الفرصة كما يكون أو كما يجب فأعتقد إن التفكير بص أنا ما عنديش معلومة ومقدرش أتكلم بلسان لجنة تعقودات هو على لسانه هو هو بقول لك أنا عايز أروح بيرامدز لأن أنا مش هو عيد فرصتي في النادي الأهلي والله اللي شايفه مصلحة ليه هو قدرى بس هو قدرى بمصلحة بس نقطة واحدة اللي بيمشي من النادي الأهلي بيندم بعد كده بيندم وقول يا ريتني ما كنت مشيت وإريتني كنت كنت كم ده تصريح من الكابتن أحمد فوزي أي لاعب يخرج من النادي الأهلي بيندم أي حد يا عم أنا مش خلقت من النادي الأهلي وبمزاجي وندمان والله العظيم ومشيت بمزاجي وندمان إن أنا مشيت بس آه حاجة الوحيدة اللي اللي تشفع لي إن أنا في وقت من الأوقات الحمد لله الناس كنت بتقول لازم يرجع دي حقيقة كل جمهور النادي الأهلي إنما إنما أي حد بيمشي من النادي الأهلي بيندم والله العظيم فعلا دي حقيقة بصراحة وما ينفعش حد يمشي بمزاجه أنا مش مشيت بمزاجه بعترف قدام الناس كلها إن أنا ما ينفعش كنت مشي الابتلازة ما أعود لحد ما يضربوني على بناه كله لمشي جميلة يا كابتنا أحمد جميلة برضو فيه لاعب موليكا اللي هو مهاجم مازينبي فيه مفاوضات الآن مع النادي الأهلي شايف إن برضو فرص امتقالوا في الموسم ده ممكن تبقى موجودة أم صعب موليكا عنده عروض كبيرة جدا من أوروبا مهاجم مازينبي يعني مهاجم مازينبي عنده عروض كبيرة جدا من أوروبا آه الأهلي بيزاحم عشان يجيبوا بس الصفقة هتتكلف ملايين كتير ملايين بس هو أفايلر مقتنع بيه جدا يعني مع أنت برضو يعني على قد الحيافك مدرج ليك مدرج ليك احنا مش هنجذب على بعض فأعتقد إنه يعني كان من الأولى إن هو يعني الأهلي يدور على حد زي موليكا بس لسه ما خدش الصيف بتاع موليكا عشان ييجي لأنه هو الراجل بتتكلم في عشر 11 مليون يورو ده رقم صعب جدا طيب برضو نروح بقى العريني الكابتن أحمد فوزي حرصت المرمة آآ ولاعب مسير للجدل أيضا في الأولى الأخيرة الكابتن مصطفى شبير وعرض خيالي 6 مليون جنيه ناشئ فتقول إيه وهل فرص الكابتن مصطفى شبير في اللعب للنادي الأهلي؟ طيب بس يقعدة في أي نادي جبير لازم يبقى عندك اثنين حراس كبار وحالة صغيرة في السن عشان يتعلم خبرات وياخد خبرات منه طب انت شايف مستوى الكابتن مصطفى شبير يؤهله للنادي الأهلي؟ جدا بجد؟ جدا أقسم بالله أقسم بالله الحمد لله يعني بريد بقى عن هو ابن الكابتن أحمد شبير يا عم انا صريح والله ما انا فاهم والله بس انا صريح وبقول في وشعة طول والله العظيم مصطفى شبير جون كواس جدا 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 وفي يوم الأيام هيبقى أحسن حارس مرمط مصر دي شهادة جميلة جدا في حق الكابتن مصطفى شبير يا عم والله انا مش هاخد منه حاجة ولا منه ولا من كابتن شبير والله العظيم ومش عايزه متفرجه بس انا بقولك دي حقيقة ويا ما قلتها في كل حتة بطلعها بقول مصطفى حارس مميز ولازم نفصل مصطفى شبير عن كابتن أحمد شبير مختلي اه عشان منقلش بقى ايه التوريس عشان ابنه لا والله العظيم هو حارس جايد جدا 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 ومش مش شهادتي شهادت الناس اللي دربوه كلهم اكيد يعني كابتن أحمد ناجي مران وقال عليه كويس كابتن طريق سليمانيون وانت كمان يا كابتن أحمد شايفه كونه حارس كويس انا شفته في النادي في التدريبات فهو حارس جاهده في المباريات هو حارس جايد جدا 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 طب ممكن نقول فيه مثلا طبعا ما شابه اباه فما ظلم فيه من كابتن أحمد شبير ولا هو يتفوق على كابتن أحمد شبير ان شاء الله لا بص اصلا كابتن أحمد بيلعب في وقت غير اللي بيلعب فيه مصطفى خلي بالك بس نبعش نقارن اتنين حراس مع بعض في توقيت مختلف انا قارن اتنين حراس في توقيت واحد حتى لو في فقارات مختلفة انما في توقيت مختلف الكرة دلوقتي اسرع بكتير واقوى بكتير واصعب بكتير من زمان والقانون يتعدل كان كابتن شبير لسه بينتظر ان الكرة ترجع له من مسجرة كل حاجة تغير انما مصطفى في مقاومات الحارس اللي موجود دلوقتي في سنه ده حارس كويس جدا حارس كويس جدا ودي شهادة برضو يعني اكيد الكابتن مصطفى بيتفرج علينا النهاردة دي برضو شهادة كويسة جدا يا رب طيب طالما جبنا سيرة الكابتن مصطفى شبير نروح برضو لنجم ابن نجم كبير برضو كابتن سيف فاروق جعفر تمام وعقد ستة مليون جنيه ايضا في نادي الزمالك وهو لسه ناشئ وده مسير للجدل ايضا انت حضراك تعرف سيف لا تكري عقد بس مصطفى شبير ما تلاش 6 مليون 6 مليون في خمس سنين في خمس سنين يبتدي بربعمية وخمسين الف جنيه اول سنة وبعدين بيزيد ومئة الف ومثين الف بعد كده يعني مش في الموسم ستة مليون لا يا عام ده اللي تصدر للجمهور عقد مصطفى شبير ستة مليون في خمس سنين مش في سنة واحد يعني اقدر رؤل عقدة عادي عادي جدا وهو بس بدايته أول سنة أتخذ ربعمائة وخمسين ألف جنيه وعلي كده بتزيد مية وفي سنة واردة كابتن في الأسعار اللي احنا بنسمع هذا طبيعي طبيعي يعني طب كابتن سيف فاروق دعفر كابتن سيف فاروق طيب سيف فاروق دعفر كان يعني أنا أعرفه الأول كابتن فاروق طبعا شخصية محترمة أكيد ونجمنات الزمان طبعا وسيف ابنه عسل وشخصية حلوة جدا طب لعب كويس لعيب كويس جدا مهاري أول مهاري جدا بس على أيام أنا لما كنت بشوفه وكان بيتمرم مع أنا لما جيل كابتن فاروق مسيكنا في الدخلية فترة كان بيتمرم مع أنا كان فيه سن بط إنما هو حريف حريف كويس أول لعيب كورة بقى معلم زي أبوه بالزبط حريف كورة كويس أول إنما كان حريف كورة كويس أول إنما كان عنده سن بط لا تناسب هذا الجيد فأنا معرفش دلوقتي أنا مش خطوش بقالي عشان مكدبش بقى ثلاث سنين أو أربع سنين فمعرفش التغيرات اللي حصلتها إنما هو كمهارة لعيب كويس جدا مهي السرعة ممكن تنمى يا كابتنا ماشي آه ماشي بس الستايل اللعب لا ينمى لا ينمى السرعة قوة وسرعة ماشي إنما الطريقة في التأخير الرتم بطيء طبعا كده إحنا فاكرتنا الأولى امتهت مع نجمنا الجميل اللي إحنا مستمتعين به بصراحة كابتنا أحمد ومش عاوزين وقتنا نخلص بحقيقة نروح لفقرتنا التانية اللي هتبقى فيها أكثر صراحة الفقرة التانية تبقى تصريح وتعليق معانا تصرحت للنجوم يا كابتنا أحمد وتقولينا تعليقك عليها تمام ما كان يبقى معانا بالصور بس العط الفني ده معاناش في الصور مش جاهز بس أنا هقول أنا نبدأ بالكابتن خالد الغندور تصريح أشكر كافة من سألوا عني حتى من تختلف معهم أحيانا أشكر النادي الأهلي والكابتن سيدعب حفيز وقناة النادي الأهلي والمهندس عدل القيعي والأستاذ إبراهيم نيسي على دعمهم لي في مرض إبنين تقول إيه للتعليق ده أقول للتعليق لا شكر على واجب والناس دي عملت الواجب عليها تمام نختلف أو نتفق داخل الملعب أو خارج داخل الملعب أو داخل المفتد الأخضر ولكن بره إحنا كلنا أخوات تمام بنتك هي بنت لنا كلنا تمام أي حاجة تمسها تمسينا جميعا اللي عملوا رجالة حالتك ذكرتوهم يعني الأساذة يتشال على الراس ولكن أنت طبعا كن أنت بتشكر فيهم ده يعني حاجة تتشلك ونتمنى أن الباب المرضود أنت سايب في حتة صغيرة ترجع منها إن شاء الله تمام يعني إحنا برضو إن شاء الله بندعي من هنا بندعي من الكرة الجمهيين ربنا يشفيها إن شاء الله ومعرفت الله كتبت وقلت دي حاجة طبعا نحدش بيقبل الحاجات دي بعدين إحنا كمصريين بنتعاطر طبعا الأم والأم والأب والأطفال لاغين عنهم طبعا لاغين عنهم فعلا ربنا يحفظ جميع الناس يا رب يعني رغم بقى الخلافات والصراعات وآهل وزمالك بس في الأزمات كلنا مصريين يا عم إحنا مننا إحنا بقى الكرة ملعاش دعا بالقلوب لا خالص ملعاش دعا بالقلوب طيب هناك رد آخر على التصريح ده سيادة المستشار مقتدى منصور رد عليه على الهوى أقضيمه للشكر على قناة نادي الزمالك تقول إيه أنا ردت فعلي ده لا تعليك لا تعليك كده الرسالة وصلت يا كابتن أحمد لا تعليك نروح لنجم النادي الأهلي اللي إحنا مش عارفين بصراحة ويروح فين كابتن عمار حمدي بيقول نساتي إن بلعب قرة ومعرفش مصيري مع الأهلي فين طيب عمار لعيب كويس جدا يتنبأ له في النادي الأهلي بمكانة كويسة جدا ولكن هو عايز يلعب مباريات والراجل مقتنع بيه مقتنع بيه والله مقتنع بيه كويس جدا 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 وهو العيب يمكانياته عالية جدا مستر فايلر مقتنع بيه جدا وما كانش عايز صلعه عارف بس هو من حظه السيئة كابتن أحمد إن مكانه فين بهم كتير قوي مش قوي في الوقت الحالي مش قوي يعني في الوقت الحالي إنت مكانه من صالح جمعة أفشة احتمال نصر ماهر يرجع احتمال نصر ماهر طبعا بس هو اللي ولد لعيك كويس وما شاء الله قدامه لسه العمر طبعي لسه العمر بقى فهو حتى مستر فايلر ما كانش عايز يخرجه لإعارة الأخيرة بتاعة طلاع الجيش دي تمام مستر فايلر ما كانش عايز يطلعه لإعارة الأخيرة ما كانش عايز يكمل خالص ما كان عايز يكمل معاه فهو الولد لعيك كويس ومش عيب إنه هو يطلع إعارة برضو هو عايز يلعب مش عيب إحنا المفهوض إن إحنا كل ما اتطلعوا إعارة سنة أكتر زي ناصر ماهر بيكتسب خبرات أكتر زي أحمد ياسر هي أكيد بيستفيد زي أكرم توفي اللعيب بيستفاد الحمد شريف اللعيب بيستفاد ماديا وبيستفاد لعبا والنادي بيستفاد لأن الفيدباك بتاعه بعد كده على السنين اللي قدام بتبقى مجموعة خبرات كوينها اللعب في الملعب مكتش موجودة وهو أصغير ودي حاجة كويسة في نادي الأهلي إن هو بيطلع لعبا دي أعارات ما بيستفاد بيها طبعا بيستفاد بيها بكل نواحة تصريح أيضا مصير للجذل الكابتن المعتز إينو من ساعة ما تولدت طلعت لقيت النادي الأهلي هو نادي القرن إيه تعليق حضرتك إينو ما كذبش ولا قال أي حضرت إينو قال الطبيعي واللي الناس كلها لما تولدت لقيته يعني كل موليد ده دي حالية كل موليد الألفنات لما طلعوا سمعوا أن النادي القرن لما توسق في 2013 اللوجو بتاع نادي القرن توسق في المحكمة أو توسق في الشهر العقاري بتاع اللوجو بتاع نادي القرن بتاع النادي الأهلي بقيت علامة تجارية خلاص خلاص دلوقتي بقى إيه الموضوع ده من توسق بقى له عشرين سنة إنت هتكي دلوقتي عايز تغير ما كان من عشرين سنة لا موضوع انتهى قتل بحسن بس قتل بحسن وإنت دلوقتي النهاردة بقى لك اليوم الثلاثة والثلاثين النهاردة من تصريح أنا رايح آه فين الملف آه من تصريح أنا رايح للفيفا النهاردة اليوم أربعة وثلاثين طب في الملف يا انت بتحضر أربعة وثلاثين يوم في ملف القرن لا ده هو قعد قبلها ده تقال لك إيه قبلها محمستاشر يوم لك أنا بحضر في ملف الفيفا عشان نروح به طب ما هو قعدوا عشرين سنة ممكن برضو على ما يقدموا الملف فيها كمان عشرين سنة كتا آه يعني الله أعلم مين الهيباحي ومين الهيبامي بس أنا بقولك هو أحسن انت تدور على القرن الجديد على جميع فرق القارة مش في مصر بس آه فوق على جميع فرق القارة آه كابتن شوق السعيد نجمي نادي الزمالك بقولك النادي الأهلي معندوش عزيز بعكس الزمالك بيحفظ على أولاده ليه هو شوق فين دلوقتي آه ما هو أنا مش بضحك والله عنه ليه هو شوق شغال في النادي يعني أبدا طيب هسأل سؤال محافظة النادي الأهلي على أولاده وتيجي إزاي إن الناس بعد ما مشي تراحة لعبت فعنديها تانية ورجعت وشتغلت في النادي الأهلي ومسكة في لجنة الكورة كابتن زكري للنصف ختم فين؟ كابتن زكري للنصف ختم في النادي الزمالك في الزمالك كابتن أيمان شوقي في الزمالك استنى بس كابتن زكري للنصف ختم حياته في النادي الزمالك دلوقتي فين؟ في النادي الأهلي في لجنة الكورة في النادي الأهلي نظبوط صح صحيب سايب. اه exclusive قو لي كابتن علاء مايهوب خاته في النادة الاهلي جولومبيولومبي لولومبي اه يا الولومبي وفيه ماكابتن علاء مايهوب موجود في النادي الاهلي ومرشح انه يمسِق قطع الناشئين وفي اي حتة موجود في النادي الاهلي اي حد ممكن يجي الخش النادي الاهلي بيمسك قطع الناشئين يعني انت شايف ان الاهلي بيحتفظ بولاده ده اكيد اكيد بقول لحضرتك انا مشيت wur النادي الاهلي من سلتاشر سنة تمام بطلت ب الخ وقتهاM وكلام حضرتك أنت بتتكلم كأنك مشجع أهلاوي ومش لعب أهلاوي أنا بسيبك بقى من كورة أنا بسيبك من إن أنا لعبت كورة أنا بتكلم دلوقتي أنا في 2018 موسم 2018-2019 كنت مبطل كورة بقى إلى 14 سنة ماشي بالناد لها اتصلت بكابتن إكرامي والله العظيم يوم 36 يا كابتن إكرام أنا عايز أشتغل في النادي يوم 1-7 الصبح وكنت في الاختبارات ده قبلغ رد للكابتن شاو السعيدة كبتن يعني الأهلي عمره ما بيبيع أولاده تمام الأهلي كبير يحافظ على أبنائه ده أحسن تعليق للكابتن شاو السعيدة نروح للكابتن رد عبعيل بيقولك إن سياسة النادي الأهلي يتطبل لهم في كل الحالات يا إما تسكت وفشل مجلس إدارة النادي الأهلي في العديد من الملفات مثل أحمد فاتحي وعبد الله السعيد وحسام عشور وده نجمي لعب في النادي الأهلي طيب حيلي سياسة النادي الأهلي يتطبل لهم يتسكت بص في عجال يا كابتن طب هو بيقولها بالبلد النادي الأهلي عايز تتكلم قدام الناس تتكلم كويس إنما جوه في القوض المغلقة قول اللي انت عايزه طالما الاجتماعات جوه النادي الأهلي ورائع مفيش سوشيال ميديا مفيش جراهد مفيش صحافة مفيش إعلام قول اللي انت عايزه وخبط في اللي انت عايزه إنما قدام الناس لازم تتكلم كويس وتحترم أخلاق ومبادئ النادي الأهلي انت يعني وقتنا معاك انتها بسرعة كابتن أحمد وإحنا سعداء جدا الله يكلمك ونتمنى بقى لو تقول لجمهورك دلوقتي إن احنا لازم نعيد حلقات وحلقات تتبقى معنا تاني في القرى وجمهيرك إن شاء الله ده وعد إن شاء الله وعد ده الجمهور مش لنا أرس والله إن شاء الله وعد أسعدتنا كابتن أحمد ونورت القرى وجمهيرك ربنا بركلك أنا شرفت بيك ودائما موافق إن شاء الله عزيزي المشاهدين أرجو إن احنا نكون أسعدناكم وإن شاء الله مع لقاء لسبوع القادم اوعوا طروف في أي حتة واستنونا إن شاء الله مع نجم جديد ومع تحياتي القرى وجمهير أحمد سعيد وإلى اللقاء